ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة وصلنا لفقرة طبية طبعا الحقيقة الاهتمام والحفاظ على صحة العظام في سن صغير وتزودها دايما بكافة المصادر الغذائية والفايتامينز والانتباه لظهور أي مشكلة أننا نعليجها على طول بشكل عام بشكل عام الأساسي جدا في الحماية من بعض الأمراض اللي ممكن تظهر في سن الشيخوخة سواء كانت هشاشة أو خشونة أو حتى التهاب المفاصل علشان كده هنتكلم النهاردة عن أهم الفايتامينزل صحة العظام والمفاصل مع عظيفي المنورني مشرفني في الاستوديو دكتور علاء الدين أحمد المستشار العالمي لشركة بيكس فارم أهلا يا دكتور أهلا يا شوف عظيمة كنت في الصعيد أنت يا دكتور كنت بط ووز 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 ومعمر من ورانا يا دكتور لأ خدت كمية شمس هناك أنا بفتقدها في القاهرة ما شاء الله فايتامندال يا دكتور طبيعي فايتامندال ويا رب السنة الجاية حقيقة كل تتمنين ويا رب السادة المشاهدين حقيقة كلهم يتمنين يكون خيرهم يا رب إن شاء الله تعال شكرا يا دكتور أنا حقيقة في تقط الشمس في القاهرة فقلت رح أخدها في الصيد دي حاجة جميلة وعلى فكرة الشمس لأن هي المسؤولة عن فيتامندال وانت حقيقة قلت في المقدمة صورس الأساسي صورس الأساسي فيتامندال فيتامندال بالإضافة لدوره في حدة العظام وحنعرف إزاي دلوقتي هو إيه الدور بتاعه في العظام بس هو بيحسم الحالة المزاجية وبيمنعك من الاكتئاب تلاقي معظم الناس اللي عندها نقص فيتامندال هتلاقي بتعاني من الأرق والاكتئاب والألأ يعني دي علامة يا دكتور طبعا وده يفصل لك ليه في الشتاء في ناس بتخش بيبقى عندها نقص فيتامندال لأنه هو عدد فترات تعرضهم للشمس بتقل قوي فده يقولك أنا بيقولك بييجي الشتاء وأنا بأداخل في دور اكتئاب بس ده إنديكيتور خلي بالك أنت عندك نقص فيتامندال طبعا أنا بقى أعز أحل أحسين المشكلة فلازم أديك مكمل غذائي ولازم يبقى مكمل غذائي ليه مكمل غذائي؟ لأن المكمل غذائي ده هو مستخلص في المواد الطبيعية غير لما أديك حاجة كيميائية ودي ميزة المكمل غذائي حيث أصارتي في المقدمة حيث نقطة بفنتها الأهمية أن أنا مش عايز لما المشكلة تحصل أبتدى عليها حشانيا بتتكلمي من الصغر ومش عايز أعاني منها لما أكبر بالضبط كده على فكرة في بعض الأمراض بطبع أمراض متراكمة يعني بمعنى آخر إيه؟ آه فسر هادنا بقى يعني مثلا ناص الكالسيوم مش هو إس فجأة أنت حصل عندك ناص في الكالسيوم بقاله فترة بقاله فترة أنت بتاخدش الكميات الكافية من الكالسيوم فيبيظهر عند الثلاثين والخمسة والتلاثين والربون والخمسة والربون حشاشة العظام طيب هنخلي بيكي حالة قلنا نطيطين والكالسيوم ده عنصر مناصر مهمة جدا لجسم الإنسان طبعا طيب يجي نروب بقى بالتنين خاصاتنا نراجع وانا راجع بقى وانا راجع بقى من الصعيد بقى واخد شمس كويسة فعتليني قوي إن شاء الله ما شاء الله بقى ديك الصحة أولا الفيتامين ده بالإضافة لدوره اللي احنا قلناه في الاكتئاب وفي رفع كفاءة جهاز المناعة خاصاته اللي احنا في مصم الشتاء هو المسؤول الأساسي على الامتصاص وترسيب الكالسيوم في العظم دهي والعظم أصلا بيكون من حاجتين بيكون من الكالسيوم بيكون من الفصفور الكالسيوم هو بيكون العظم الفصفور هو اللي بدي صلابة للعظم يبقى إذا أنا هنا الأساس بتاعي هو فيتامين دال يعزز كل ده بقى لأننا لو أنا باخد الكيميات الكافية من الكالسيوم على مدار عمري بس عندي نقص في فيتامين دال ما هو الكالسيوم مش هيمتص ولا هيترص شكرا أنا حليت هذه المشكلة الأول عن طريق فيتابيكس اللي هو أول مكمل غذية النهاردة شركة بيكس فارما بتقدمه اللي هو الفيتابيكس والفيتابيكس هنا التركيز فيتامين دال في قدامنا على الشاشة اللي هو ألفين واحدة دولية على فكرة احتاجات الجسم في اليوم من ألفين لأربعة آلاف يعني نفوض إحنا كلنا يعني هو عامل وساعد برضو خلي بالك نفوض إحنا كل يوم ناخد من مصادر الأكل بتاعنا صفر البيض أو عصير البرطقان أو التعرض للشمس عشان في الآخر الجسم يطلع ياخد من ألفين لأربعة آلاف بيتامين دال وده ما بيحصلش عشان كده الفيتابيكس هنا فيه ميزة إنه أنا بتدهولك كحاجة وقائية وكحاجة تساعد في الألاج وقائية إزاي؟ إن أنا مش مستنى لما تظهر عليك الأعراض عشان تاخد الفيتابيكس إنت ممكن تاخده روتيني لأنك من مصادر الجزائي بتاعتك ما بتكفقش من احتاجاتك من البيتامين دال يبقى أول حاجة أنا أدتك في دابيكس النهاردة أرس بعد الفطار في ألفين واحدة دولية من فيتامين دال لو أنت هتاخده قوقائي لو هتاخده كعلاجي بممكن تاخد أرسين اللي هو الأربعة آلاف واحدة أنا كده عملت الأساس بلع العمارة صح؟ صح يبقى باجأ لما أخد الكالسام الكالسام اللي يحصل هي متص متص لأن أنا زبطت فيتامين دال إحنا عشان كده المكمل الغذائي الثاني بتاعنا النهاردة اللي هو السيد زيت بيكس فيه ألف تلتمائي وخمسين كالسام ومحطوط في صورة كالسام سايتريت هو هالي تحط في صورة كالسام سايتريت أو خلاص لا لأن هو وجود أن الكالسام هو بطبيعته بيأثر في المعدة الناس اللي بتاخد الكالسام بتبقى معدتها ممكن تخشي بإنساك أو بتدعم شوية هو هي قسم في الكالسام هو محطوط في صورة الكالسام كربونيل إنما لما يتحط في صورة الكالسام سايتريت إيه اللي بيحصل؟ ما بيأثرش ولا يتأثر بالمعدة ودي ميزة مهمة جدا عشان كده تلاحظ برا في ضوال أوروبا أو في أمريكا بعد سنة 40 بيديه الكالسام روتيني تمام؟ على صورة الكالسام سايتريت عشان هو مش عايز هيكتاخده تستفيد من الجرعة بتاعت الكالسام وفي نفس الوقت ما يأثرش ولا يتأثر في المعدة كويس وعلى فكرة بس هو برضو احنا تفعنا في الأول إن الكالسام ده حاجة متراكمة لأن احنا المفروض في الصغر الألبان أو الكالسام على مدار اليوم على فكرة طبعا هو المصدر الأساسي للكالسام هو اللبن أيها الحاجات الوقاية تمثل عشرة في المية فالمفروض أن أنا بأخذ ثلاث وحدات من اللبن علشان أخذ الكمية اللي أنا أعيزها وحدات اللبن على فكرة ممكن يبقى كوبات لبن وكوباتين زبادي أو ثلاث كوبات زبادي زمان كنا بناخد اللبن صبحه بالليل ونأكل الزبادي في النص هي دي بقى هي دي الوحدات اللي أفوت أخذها بس نقول معلومة على المشي كده نحن في قندقة عظيمة أيفا معلقة الزيت السمسم بتعادل مخزن كالسام كوباتين ونص الله حلو ده معلومة على المشي بس هو السمسم هل يبقى فيه إشكالية ممكن نكلم فيها أنه هو من الدهن المشبعة يعني لا يستصل عشان بتسبب ترفع الكلاسترول خلي بالسات ولكن هو كالسام هو مصدر أساسي بس لو معدلوا معقول يا دكتور ولا ماشي يعني واخد بالي بقى خلاص بالضبط بالضبط أنا عايز أقول في الآخر أننا ما بناخدش الكالسام بالصورة الكافية على مدار عمرنا تمام أنا أدتقولك بقى في صورة الكالسام ساتريت وبرضو هنا كوقائي بتاخدوا أرس بعد الغداء مش شرطي عندك الشاشة في العظام ولو عندك الشاشة في العظام تاخد الكالسام في صورة الكالسام ساتريت حيك في المقدمة حيك أثارتي العظمتين اللي بتققب بعض عن طريق العربطة والغضاريف الغضاريف بينهم سائل لازج عشان الغضاريف هي بتعمل كمخدات بتمنع تحقيق العظم ببعضه والسائل ده اللي هو بسموله هيروريك أسد أو بيبقى دريفاتيب أو مشتاقة من الكولوجين ولكن احنا بنتكلم المناسبة على هيروريك أسد اللي هو السائل اللي موجود ما بين الغضاريف نخش بقى بالمصطح ده بتاعنا اللي هو إيه الجوينت بيكس جوينت بيكس ده بقى هو أهم مكمل غزاب نتكلم عليه النهاردة لأن احنا مشكلة المفاصل مشكلة كبيرة جدا مشكلة بتعوكل الحركة ولو ما عالكتهاش صح ممكن تخش مني في تغيير مفصل يبقى الجوينت بيكس النهاردة عبارة عن إيه بقى الفيديو هو بقى الاحتكام المفاصل ده عشان نوريك ازاي بيحصل خشونة الرجب حصل عندي التهاب في الأوطار وعندي مشكلة فدخلت مني في شاشة الرزام مع الحركة الكتير والحركة الخطيئة والعادات السياء الخطيئة اللي بيحصل الغضريف دي بيحصل فيها تآكل السياء الأول حاجة بيقل فالغضريف تبتدي تتآكل لما الغضريف تتآكل العظم يحقه بعضه فنخش في مرحلة خشونة الرجبة ودي ألامها مبرحة جدا وعلى فكرة أول انديكيتور عندي أو أول مؤشر عندي في خشونة الرجبة صوت التقطاء اللي في الرجبة بس دكتور في حاجة في ناس بتحصلات ده في الشتاء بس بيحصلاتش في الصيد لأن السائل ده السؤال مهم جدا حلو أولا أولا الضيطة من دال كميته قل الكلسام قل في الشتاء في الشتاء السائل ده بيبقى لازج زادة على لزوم شوية هو ليه ليه في زجوست أو ليه لزوجة معينة فده بيخليط تسمع صوت التقطاء يبقى السائل ده ليه في الشتاء ألم العظم ومفاصل بتزيد نرجع تاني الجونت بيكس عشان الجونت بيكس هو عبارة عن خمس حاجات وبيعمل خمس حاجات وزي ما كده ممروض على الشاشة هو القوة الخماسية اللي راحت وسلمت المفاصل عبارة عن ايه بقى الجونت بيكس على المادة اسمائية كلوكوزامين بدأ بالتركيز 500 كميلي جرام وماادة اسمائية الكوندروتون ودول أول مادتين في الجونت بيكس هو قرد الجسم ما بينتجهم ولكن في وقت من الوقت الجسم لا ينتجهم بالكمال كافية اللي تكثير علشان بناء الأرباطة والغضريف اللي بيحصل فيها تأكل أو بيحصل فيها دمج تمام طيب بناء الأرباطة والغضريف هو الجسم مفروض احتياجات ما يطلع على في 500 وده ما بيحصلش عشان كده نحطط لك في الجونت بيكس تركيز الكلوكوزامين تركيز 50 ميلي جرام لو انت عايز تاخده قوقاية هتاخد قرص واحد لو هتاخده كعلاجي لو عندك قرية الأعراض هتاخد قرصية كندرتون وده المادة التانية اللي مسؤولة عن سلامة الأرباطة والغضريف بتركيز 100 ميلي جرام طيب احنا دلت حلينا مشكلة الأرباطة والغضريف بس احنا لسه عايزين نحل مشكلة السائل اللي حيك قلتها من شوية ايو في بعض الأحيان بنلجأ للحقن الهيروريك أسد بس بيبقى مؤلم انا بقى في الجوينت بيكس بتدهولك بصورة بسيطة ما فيهاش ألم خالص وبتستمر عليه ودي ميزة طيب حلوقتي عملنا ايه سهولة الحركة عن طريق الهيروريك أسد اللي هو السائل اللازج اللي موجود ما بين الغضريف بنالي اللي أربطها الغضريف عن طريق الكوليكوزامين وكندرتون هل الجوينت بيكس اكتفى بذلك قالك لا لأن الناس اللي بتشتكي من مشكلة في المفاصل سي مفصل الرجب مثلا في بعض الأحيان بيحصلها حيط التورم وبين أنا بكلمك على مكمل غذائي بإسمها بقى يا دكتور ولا يبقى بنوع نوع الاتحابات أو الرشح بمن أنا بكلمك على مكمل غذائي فأنا حطيت لك مستقلص البرومالين اللي هو مستقلص الأناس حاجة مضادة للتورم يعني أنت لو عندك تورم بتاخد جينت بيكس البرومالين أو مستقلص اللي موجود فيه بيقلل التورم الحاجة الأخيرة اللي موجودة في الجينت بيكس عانى النهاردة اللي هو مستقلق الزنجبيل أو الجنجر احنا لسه عملي بيباسكويت حددك ضقت وقلتلي حلوي رائع جدا والله ممتاز أنا بحبه محمد زياد طبعا يا فندم أنا شلالك حقك ناشف أنا أساس فضل تمام الزنجبيل بيعمل إيه حددك بيعمل حاجتين هو مساكل الألام تمام زي القرنفل كده دكتور لما بقى ساعات دروسنا بيسكن طبعا طبعا على فكرة هو فيه بعض المواد الكيميائي يعني أعزو ليك حقيقة أصبت القرنفل هو فيه بعض الأدوية دخل فيها القرنفل يبقى إذن هو معجون الأسنائي رجعنا للطبيعة أنا بحط لك القرنفل كان مسكن نرجع بقى للزنجبيل الزنجبيل بيعمل إيه حضرتك هو مضاد بيخفف الألام وكمان حيث أصرت نقطة في المقدمة حيث بتقول إيه هو في الشتاء صوت تطعي بزيد لأن كمية الدم اللي بتطفق للمفاصل بتقل وده اللي بيعالجه الزنجبيل اللي موجود أو مستخرج الزنجبيل اللي موجود في الجنة باكس إنهو بيحسن بالزبط كده هو بيخلي كمية الدم اللي بتطفق في منطقة المفصل بتزيد عشان كده هو خمسة في خمسة مسكن الألام مضاد للتورم سهولة الحركة تمام بيحافظ عربطها والغضريف وبيقوّل عظام وهو عبارة عن موجود فيه خمس حاجات اللي هو الجونت بيكس أنا ليه قلت الجونت بيكس من أهم المكملات الغزائية الموجودة عندنا النهاردة لأن مشكلة المفاصل مشكلة كبيرة جدا صغيرين وكبار والله طبعا 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 صغيرين برضو ساعات الممارسات العادية حتى في الرياضة على فكرة أيوة يعني ممكن الناس اللي بتمشي على التريد ميل أو المشاية دي بيتيجي بعد فوق يقول لك أن نراكب فيها مشكلة هو السائل قلي عشان كده الجونت بيكس مستو أنهو ممكن تاخده قوقائي حلوة وتاخده من أول من مورد ما تبلع كويس وبديك الجرعات اللي أنت محتاجها بنيمشي عليه فترة قد يا دكتور بص حقيق أنت كوقائي ولا كعلاجي كوقاء كوقاء حقيق أنت بتمشي عليه ما فيش مشكلة خلقا ممكن تمشي على 3 شهور 6 شهور حلو جدا حلو علاجي بعد 3 شهور وبتشوف أنت الدنيا ماشي هزا وعلى فكرة أرقام التريفنات اللي موجودة دي فيها ميزة أنت لما بتتصل فيه فريق الحالة راحت فيه وجات منين عشان كده بالأمانة يعني دي حاجة تحسب لشركة بيكس فارم أنها مش قصة أن أنا ببيع مكامل لا أنا يهمين أنت تبقى كويس كويس يعني إحنا كده أخذنا للعضم وأخذنا الكالسيوم وفيتامين دان صح وهنتكلم بقى أنا كمان المكامل الغذائي اللي أنت بتحبي أيوة أنا بحبه جدا واللي أنت تخطيه على فكرة أيوة أو تاخد أرس واحد أرس واحد طيب إحنا نبتدي يومنا من إحنا ناخد فيتامين دال بعد الفطار كويس ولكن أنا ما كتفتش بكده وبس زمان لما كنت تروح لدكتور مثلا الجلدية أنا شهري فيه مشكلة يروح كاتب لك الزنك تروح تجيب الزنك الواحد طيب عندك مشكلة بارد عايز ترفع يروح كاتب لك فيتامين سي الواحد صحيح كده رجل السكر يروح كاتب لك فيتامين بلوحد واخذ من كذا صور آآ قلبي ملتفيت هو أول مكمل غذائي بيحتوي على 13 عنصر هو هاي البصر رحمة صحيح من الفيتامينات اللي أنت محتاجه صحيح مجموعة فيتامين بي كلها بي وان و تو ستري و سكس و توالف وطبعا ونا نادرة ما تلاقي مجموعة فيتامين بي كلها في مجموعة 13 وفيتامين سي بنسبة حلوة 500 ميلي جرام ده بوجود جوه الأرس أيوة والزينك على فكرة تركيز بيضاء 23 و 19 ده اللي هو الجسم هو أعلى نسبة في الزينك تمام على فكرة الزينك في جاعة كورونا كنا أول حاجة عارف اللي قول العيام بتاعنا إيه كل لحمة كل لحمة حمرة لأن لحمة الحر مصدر أساسي للزينك وهي يعني هو ملوش نفس فأنا بقى حطولك في القلب الملتفيت أرس يتبلعه بعد الفطار طويس يدي طاقة طول اليوم كمان يا دكتور دايماً منقول إن في علاقة ما بين السمنة وبين المشكلة المفاصلة والغضريف ودايماً لما حد بييجي عنده مشكلة في موضوع السمنة بنطلب منه تحليلين التحليل الأولاني بالضبط المجموعة قدامنا حضرتك أهي يعني دي مجموعة كاملة متكاملة يا دكتور بياخد قلب الملتفيت دي حضرتك بصي دي بيسموها الأمبريلا اللي هي إيه المظلة عندي مظلة بتحافظ على كفاءة الأرباط والغضريف بتاعتك بتحافظ على الزام وعند القلب الملتفيت مظلة من الفيتمينات والمعادل يعني كمان هو منوضح إن ناس مبهورة أو مبسوطة من اللي احنا بنقوله فكله عملي يقولك ده فعلاً ده إحنا عايزين الجوانتي بيكس عديد من الملتفيت في كنترول بيسأله أسعر وإيه أهم حاجة بيقوله حضرتك بالنسبة للأسعار الاقتصادية مناسبة الكرسي دو سعر مور أكتروني جداً يعني مور أكتروني جداً وخلي بالك أنا بابنعك تخشي في مشكلة كبيرة جداً مشكلة الأزام ومشكلة بيكافل مدد شهر لأن فيه هو القلب المالتي فيت 30 أرس كل يوم والجوانتي بيكس 60 أرس أي ما شاء الله والفيت بيكس 30 أرس والسيدز بيكس 30 أرس طيب يعني ما شاء الله يكافيني تبدو أن نمتازي يا دكتور أنا لو أسنتهم هلاقي السعر فعلاً وخلي بالك ده كمان أنت لو قارنتي هذا السعر بسعر المكملات التانية اللي تعمل نفس حاجات بالحاجات المستوردة فيش واجهة المقارنة خالص أطعتهم يا دكتور لا هو نفس كل حاجة خلي بالك لا يا فجاتي بقى عندنا حاجات مصرية مخترمة ووزارة الصحة بقت تراقب بشكل قوي بقت موجودة في الصيدليات ومش أي منتج ولا يا جماعة على فكرة أخر حاجة ولا بالنسبة للصيدليات إن الكرسي ده موجود في بعض المسشفات الكبرى اللي موجودة في مصر خاصة بالجيش كمان يعني معنى ذلك إنه ده متجرب يعني أشكرك يا دكتور والبي جد يعني أتمنى أن هي دي حاجة حلوة لأن إحنا ما نحتاجش لقدر الله لنحل مشاكل إحنا في غنى عنها والناس يتخرج الحقن والشباب اللي ممكن يتعرض لده يعني بشكرك طبعا جدا وجودك معي والله يا دكتور جميل ومفيد وكل الأسئلة اسمح لي اللي هتجي لي حيك تبقى معانا فيها إن شاء الله لا طبعا أتشرف لي واسمحولي أشكر ديفي دكتور علاء الدين أحمد المستشار العالمي لشركة باكس فارما نورتنا وشرفتنا شكرا وطبعا بشكر كل متابعيني الكرام من خلال شاشة قناة الأهلي تحية وحب وتقدير لحضراتكم شكرا جزيلا على الثقة الغالية أتمنى دايما أكون عن تحص نظام حضراتكم من هنا الحلقة الجديدة أتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوفكم على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة وسلام عليكم بك وصلاة طبعا